بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد وائل محمود مرزوق بطلوب بحث بقسم وخوص نحن معه بحث وقائد المدهات بحب أقدم لحضركم بحث بانوان حبوب اللقاح المجموعة بواسط نحن العسل كمضادات حيوية لمخافحة مرض تعرفوا الحظة لأمين معروف حضركم نحن العسل حشر ربناك رمضا سبحانه وتعالى بصورة النحل وهذه الحشرة تتمتع بصفات اقتصادية هيا النحل وهذه الحشرة تلعب دور مهم وفعال في الدخل القومي لأي دولة من أول العالم عن طريق انتاجيات المختلفة سواء تلقيح المحاصيل الحطلية أو بلسانية وبتالي زيادة كمية وانتاجية هذه المحاصيل أو التأثير مجاشر من خلالنا تتجو طيف النحل عسل من منتجات مختلفة زي العسل الجزمالكي حبوب النقاح صمج النحل سوء من نحل طروض النحل ملكات النحل حضنة النحل اي ما ظهر من المظاهر انتاجية السابقة بيعتمد في كميته وكودده على الشجلات نحل العسل والتوقف القوية ذات الكثافة العددية الكبيرة من شجلات نحل العسل دائماً قسم الجهوس النحل بيوصلنا حال ان يخلي التواقف بتاعته أو الخلايا بتاعته في صورة قوية الخلايا القوية لها القدرة على إنتاج أكبر من المنتجات النحل المختلفة بتعمل حائط صد دفاعي بتقدر إصابة بالميكروباب بتقدر إصابة بكترية لإصابة الفطريات لإصابة الأمراض بتقدر بتقاوم الأعداء بتقاوم الآفات فالصفات الاقتصادية بتاع الخلية معظمها متمثل في شجلات نحل العسل ومن ثاني فإن تعرض تواقف نحل العسل للإصابة بالأمراض ده بيؤثر سلباً على منتجات النحل وعلى أفراد طيفة نحل العسل فعشان أحافظ على هذه الحشرة ومنتجاته لازم أحميها أحميها من الأمراض طب ان اخترت مرض تعفن الحاضر الأمريكي طب ليه مرض تعفن الحاضر الأمريكي هو أخطر مرض بكتيري بهاجم طيفة نحل العسل هذا المرض بالإصابة الشديدة بتؤدي إلى موت وهلاك الطيفة والنحال العديم الخضرة أو قليل الخضرة ما بيقدرش يكتشف المرض في صوته في الإصابة المبكرة فبالتالي بتشتد الإصابة ما بين طواقف المرحل فبيكون نتيجة في الأخير هلاك وتدمير المرحل لأن تعداد النحل بيقل تدريجياً نتيجة الإصابة بهذا المرض البكتيري لأن حال مش شايف إيه اللي بيموت النحل إيه اللي تعداد النحل بيقل كده ومش شايف إيه السبب اللي بيخل النحل إيه اللي جواه طيفة أعرض المرض حضنة غير منتظمة رائحة عليها في الخلية بتشبه رائحة السمك الفاسد غطاء الخلية بيبقى شكله مختلف تماماً عن الحضنة الهلفي الصحية فيه اختبار النحل اللازم دايماً اللحنة ما يحب يشم رائحة السمك الفاسد كو الخلية ويرفع برواز حضنة بيجيب ورد كبيرت أو حاج إذا وبينقش الإنساسية فتاحها ويحاول ليحط الأشياء القوة الإنساسية ان طلع حبل لازج منتد مع العصايا أو ورد الكبيرت ده يبقى ده عنده إصابة بمرض حفومة الحضنة الأمريكي ده اختبار الحبل اللازج طيب خطورة المرض بترجع إيه إن قراصيب البرتاجة ديها تبني بس الإصدار بتتحمل الدرجات الحرارة العالية جداً اليعقى الوحدة أو العين السوداسية الوحدة فيها ما يقرب من 2500 مليون جرثومة بكترية قراصيب المرض أو البكترية بتضب حية لعشرات السنين طيب مصدر نشر المرض إما عن طريق العيون السوداسية مصادة نقل بروز من الخلية مصادة لخلية سليمة إما عن طريق العسل فرزت عسل من خلية مصادة بالبكترية العسل اللي خاد الإصبورس بتاع البكترية تخززت في البكترية غزت بيه خلية تانية اتنقل النحل أو عن طريق النحلة وتجارة النحل وطرود النحلة اشتريت طرود نحل من نحال من خلية عندي مصادة بمرض بكتيري اتنقلت من المنحل عندي كل دية مصادر من لنقل المرض طيب إما اللي خلاني أشتغل على حقوق اللقاح بالتحديد ضد مرض رفونة الحضر الأمريكي أول حاجة نتيجة ظهور سللات من البكترية مقاومة لاستردام المضادات الحيوية تاني حاجة أن المضاد الحيوي بقى فيه مادة أو اتنين فعال على الأكثر لكن حقوق اللقاح بالتحديد فيه حوالي ثلاثة وعشرين مضاد الحيوي مضاد البكترية ريتشل عام سعية ستة وتسعين قال بحثة أن وقود اليراقات المغزاء على حقوق اللقاح ده يؤدي لتثبيت نمو البكترية حقوق اللقاح خمسة منية من تركبها بيهتمع على مواد فنولية المواد الفنولية أقل تركيز فيها بيبقى عنده قدرة أنه يعمل هدم أو قتل لقدرة الغراثيم بالتالي بتطلع البكترية في صورة ضعيفة بتقابل مضاد الحاوي بمساهم للقضاء عليها طيب أهداف الدراسة الدراسة بتاتف إلى تقدير الفينولات بكترية موجودة في حبوب اللقاح المبتبرة وتأثيرها مفابط عن بكترية مسبب المرض المضاد الحضر الأمريكي جمعت حبوب اللقاح حبوب اللقاح عن طريق مسيادة حبوب اللقاح حبوب اللقاح الفول البلدي حبوب اللقاح نخيل البلح حبوب اللقاح البرسيم حبوب اللقاح التذرة وكان بيتم تخزين حبوب اللقاح بعد جماعها من المسيادة على سالب 20 درجة موية حتى استخدمها حبوب اللقاح أنا عملت الدين مستخلص من حبوب اللقاح مستخلص إثانولي ومستخلص مائي المستخلص إثانولي إن أنا كنت بدأوا بـ 20 جرام حبوب اللقاح في 100 ملي قحول إساني وبأكل تركيزات مختلفة 20% 10% 5% ده على درجة حرارة 25 تدرجة موية درجة حط الغرفة العادية لمدة 30 دقيقة سنو بخزنها على درجة 5 تدرجة موية لحين استخدمها ده المستخلص إثانولي المستخلص المائي كنت بطحة 20 جرام حبوب اللقاح في 100 ملي ماء مقطر مع التحييق المستمر له كنت بأكل تركيزات على 5% و10% و20% وده عند درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة ومخزنة برضه عند درجة 5 موية لحين استخدمها طيب كنت بأكل مركبات الفينولية كنت عن طريق مركب جهاز الـ HBLC جهاز ده قدر يفصل لي 23 مركب فينولي مركب فينولي تم التعرف عليها في حبوب لقاح نحل العسل للمستخلص الإثانولي وكنت بعد كده باستخدم بقيس أطوار المسيحات التطبيق الـ Hibation Zone ده 23 مركب فينولي نتيجة الاستخداص الإثانولي الجاليك أسد البنزوك أسد كل الـ المركبات الجاليك أسد موجود في الدربة محبوب لقاح الدربة البنزوك أسد موجود في 4 أنواي حبوب اللقاح موجود في 2 أشياء الـ الفلوريك أسد في نوعين حبوب اللقاح دي كلها مركبات الفنولية ومتباقدها بنسب مختلف في أرواح حبوب اللقاح المختلفة عندنا دي الفل البلدي، النخيل البلح، البرسيم، الضرق ده يدور بيوضح مناطق التطبيط بالإنباشنزوم بالمليمتر عند التركيزات المختلفة فكان عندنا المستخلص المائي لحبوب اللقاح كان متفوق معنوياً على المستخلص الإيثانولي وحبوب اللقاح نخيل البلح كانت أعلى حبوب اللقاح محتوية على فنولات ومستخلص مائي منها كان مدي أكتر مثب تصبيت أو مثحات تصبيت لأنواع البكترية المختلفة ده الفصل في الموتوكرافي بجهاز HPLC لنخيل البلح ده الفصل الكرومتوكرافي للفنولات لفول البلدي ده الفصل الكرومتوكرافي للبرسيم لباس جهاز HPLC وده الفصل الكرومتوكرافي للفنولز في الدور الخلاصة تعتبر هذه الدراسة القطوة أولى لمعرفة تأثير حبوب اللقاح على دراسيوم البكترية تعفوا من الحضر الأمريكي معملية الحبوب المتلح يرسم من أطول النحل هلثي على النحل هلث للإنسان آآ آآ آمن على منتجات النحل وشبه من النص مو Gesellschaft اشتركوا في القناة 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 دي صعبة تكسرها فبتمتقل المتوقيات بتاعتها لمنتجات الناحة لكن حبوق الناحة آمنة على الناحة آمنة على الإنسان ملهاش يعني ملهاش مطبقيات ضارة تكش في منتجات الناحة المختلفة يعني العشم المتوقف هي حبوق ليكا أيما الطيفة بخوية بتوقف بفع كدة خطة بتاع أول فوش بكل الله نصف هذا يعني منتجاتي خالدي منتجاتي إنتجاتي واترق بالأسما الأعيائي اننا لو ماتنب بحبوبة بحطوة بتوقف الشرفان بتتبل خطوة أولة أو خطوة منتجاتية لأنها تقلل أو تصفت من المتاع لكن مش عندها دعليه طب وليه لا يا ابتر ساعد ما فيها 23 مركب في نولي 23 مضادة حيوة انت عشان تعالك بالتلوزين وانا تترس الكريم هنلاقي مادة فعالة او مادتين فعالتين على الأطفال فما ردت على سؤال الأطفال يسألك هو يقول لك انا كرحان ما نشرك العلم يعني انا معناها لنحطكم اللقاء في البحث قول من اللقاء في اللقاء ما هي موجودة في الخلية هي موجودة في الخلية حموم اللقاء واخد من الأول المساعدة فعنا بنقول ان حموم اللقاء عامل مساعد للتصبيب ان حموم اللقاء عامل مساعدة انه بينها يحبط الربشن بالبكترية من هنا انما هاجع لأي الأمني عن انك تكفح ودايما اجمع اي علاج او اي مقومة او مكفر او امراض النحن لا تتب فوات الفتعة اف ت مشتب الزد تبقت عن اي مواتف التجتمة حتى لو لأت طبعين في حاجتين اخذ سؤالتك مع عشر. عادل محمد بطران فاصل. سيادتك اذا كانت خطومة البحث الخاص بسيادتك بسيادتك قمت بتخفيض هو بالباحث درجة عشرين تحت السفر. خزنت. خزنت. تحت درجة عشرين تحت السفر. يا طرح التروم بي متخزن. انا معني التكفيف ولا قبل التكفيف? لأنا جمعتهم المسيادة وقبل التكفيف على طفل فريزة. شكرا. شكرا يا اخوانا. طبعا الوقاعة لابد ان تسلم الساعة السادسة. احنا عندنا ثلاث ورش عامل. فارغوكم نختصر لحاجة عشان الناس تستفين. والي. طبعاенным. بنشكر эة اه بارضو نيابة عن آآ رابطة النحل عن профدي للسادة آآ بكتور محمود. اشتركوا في القناة 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 وهذا لم يكن ليس فقط للحصول على الواقع من الواقع لأن في الوقت الواقع الواقع كانوا يذهبون إلى الواقع ميطوكونات الواقع لتعرفع الواقع أو الواقع إذا كانوا يمكننا الواقع ترى ما هذه الواقعات كانوا يمكننا مشاريعونه التي بنا كيف التعيش فيها على الواقعات التصلحة بذلك أتركنا desبل كلنا ن61 هنا نbuilt واحد وما حاولتنا ببعض securely والواقعات التقارات التي يتم صادف موقع من المخ receive وهذا Vielen Dank إذا كنت يتحدث عنAA整 دوني نقاط بحظاتنا بعض المشيطات التي تنظرنا على المشيطات الوزنين والوزنين الوزنين لذلك أنه تنظرنا على المشيطات وليس كذلك، كانت دائماً من الاشتراكزينا لذلك يجب علينا ان تجربة طريقة تحتاجنا على مستخدمات هكذا أن هذه النبوء يستمرون على ما يكون أول سوى ايضاً مناطق ومعنى انها يكونوا انتي تشتركوا في هذا الموقع من هذا المقبل ويجب أن يكونوا على العام لذلك يجب علينا أن يكون عبوراً وبذلك يتعلقنا بعض الأشخاص فقاله أن وكما بها 1% من جنودة القدوم في المدى الجنود عندما يكون مختلفة جنودة والأساسية من قدوم الجنودة القدوم وهذا يحتى واحد كانت هذه المتحدة مختلفة وكلما يعتقدون جنودة القدوم لأنه يمكننا القدوم لأنه لا يمكننا الهتمام على المشكل المختلف في المشكل المختلف القطاع. وعندما يمكننا الداخل العالم. لأنه يمكننا الداخل العالم الموجودة لم نعرف المنزل في هذا الوقت. لأنه كان لدينا الوقت و لم أكن لدينا العالم ولكن في السوق ذلك كانت هناك أيضاً في إرضان النزيم. لأن النزيم وهذا هو مهم جدًا في المناطقات المتحدة لنرى بعض المشاهدة لن نعرف ما نتحدث عنه كيف تستطيع التعليف وكيف تظهر ما يحدث مع المناطقات المناطقية ومع المناطقات ومع المناطقات إذا ترى هذه المناطقات αλλά في المناطقات يمكننا أيضًا تستطيع التعليف لديهم مختلفة من الوضع لذلك يقومون يقومون بشكل مستعد ويذهبون إلى البيض ويقومون بشكل مختلف من الوضع وفي هذا المناطق يجب علينا لا يوجد لا يوجد لا يوجد 10% من المناطقات في المناطقات وهذا كانت والذلك 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 من المناطقات والذلك 10% 10% 100% 100% ولا чтобы الوضع و night ثم تضيفها في المدينة ثم تبدأ تسللل هذا يعمل في الانتصال تفعلها على المكروسكوب في ذلك الوقت لا تضيفها لا تضيفها في الواجبات ثم تضيفها هذا هو اخر تقنية هذه هي جداً لأنه يريد أن يكون جداً ثم تسلللهم ثم تضيفها والج lizات استطيع كثير من الوقت ثم تضيفها ثم تضيفها ثم تضيفها تضيفها ثم تضيفها 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 هما يمكنك تراني بما يدام التأكيد ولكنك تريني gabز الأمور ترى التأكيد سيلاسى أنها لا يبدو نظر وبعد المتالي على سبيل الحظة أيضًا بش得 حتى أين دائمته قام على الجنة يمكنك أيضًا تراني وضعت مياه أخبر أكمل إلى أن أن نظرت النجاح أو صفحة حدث العثور أماعك قمت بأكد هذا المطال أو كان يقدم اقصد من المضيقات وليس حول على الواريون Namun 174 ماتية وهذا είναι صحيح geeبي في الواريون وهذا هو نوعه في كل الأشخاص ليس في كل الأشخاص لكن في الواريون من المنظر المنظر كانوا بحضول 100-40-150 حيث فل discernناه على نظر والذي يجب أن يكون لديامتر من السpermothika يجب أن يكون أكثر من 1.2 mm النوزيما عندما يوجد النوزيما في تحديثك في تحديثك إنه حقًا مباشرة لأنهم لا يمكنهم الناس 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 تحديثي من النوزيما لا يمكنهم الناس et هذه هي النوزيما والذي هل يوجد الناس ليس النوزيما السيرانا لأنها كتابة للمنظم هكذا هذه هي نظامنا وهم نظامنا ولذي هل يمكنهم الناس ويجب أن تحديثي wavelengthا hina stimulating five eyes and you see that it's for the empty brood cells it's quite lower because what a bee stalker is doing, immediately when the queen starts laying sees how many empty cells, it doesn't really count, but he can see if the queen is good or not. So counting it's even better because you have measurable results. This is the number of ovários and you can see that 130 was the minimum and in most of the years you were completely up and want في المشاركات في المشاركات لا أعتقد أن أستطيع أن أصبحت الحقيقي والشاركات الحقيقي والشاركات 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 سوف ترى في أيضًا أنهم يمتلكون الزواجين ويوجدهم أنهم يختلفون واحد يكون السكروπια والآخر يكون منذ المشاركات لذلك والآخر يوجد لذلك أريد أن أخذ هذا هو والآخر وهذا هو السكروπια والذي هذه يمكنهم يمكنهم أن أخذ هذا ما أريد أخذ هذا ما كانت والذي هو ما يحدث عندما ما يحدث يحدث عندما نحن 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 و نحن 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 و نحن 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 أخذ takiego أو من داخل المناطقات التي نستخدمها كلهم يملكون بشكل صحيح على المناطقات التي لا ترى لأنها تحاولتها بشكل صحيح ولكن بعض هذه الصحيح لم يتنظروا لأنها لا يتنظروا ولكن هذا يحتاج لك في الثالث عام والثالث عام والثالث عام والثالث عام والثالثات التي تنظروا في المناطقات أو قبل أو قبل όταν نستخدمنا التحاولات على المناطقات ضمن الوضع لديهم πολύ قليلا لا أعلم ما حدثت هنا في أمريك ولكن في أمريك في عام 2007 إلى 2010 έχουμε πολλοί επιλογές των κοινων في المناطقات 2-3 φορές οι άνθρωποι προϊούν και προϊούν αλλά οι κολοί επιλογές επιλογές πολύ και δεν μπορούμε πως يحدث αλλά ένα σημαντικό είναι η κομιτική είναι οπότε δεν θέλω πρόβλημα και ευχαριστώ για το πρώτο κοινων πρόβλημα πρόβλημα έχουμε ειναι πρόβλημα έχουμε συζήτηση πρόβλημα θέλω πρόβλημα πρόβλημα μπορείτε να μιλήστε να μιλήστε σε αγγλικά είναι πιο είναι انا عادي لكم شرف كبير انتي موجودة عندنا هنا في مصر لأول مرة لانتمنى ان لا يكونش آخر مرة كنت فاسأل الحد الأمنة من الملكات اللي قدر أخدها من عند المراقبين عشان أقدر أديله السرتيفية انه هو فالوينززاستابس داعت الستاندر داعت انه ماشي على الومز اللي أنا قدر أتكلم عليه أقل عدد من الملكات اختبارها من المراقب بدء ايه حسنًا لا يوجد من المنظمة كل مستقبل يتعطي إلى مستقبل الذي يتعطي في ذلك الوقت الذي يتعطي إلى المنظمة وعندما يتعطي المستقبل يقول حسنًا يتعطي المستقبل يقول 12 Juni يتعطي المستقبل يتعطي المستقبل ويأتي 25 دقيقة من الآن هذا يعطي أنه من المنظمة هذا هو الكثير الذي يتعطي المستقبل من 25 دقيقة من الآن الذي يتعطي المستقبل لأنه يريدون المستقبل هذا يعطي أنه إذا أذهب إلى ويجب أن أجد 5.000 نucleides يجب أن يتعطي من 5% من المنظمة وهذا يبقى هذا يعطي هذا يعطي أن لا يوجد 5.000 نucleides في الوقت يجب أن نجد ويجب أن يكون من المنظمة ويجب أن يتعطي ويجب أن يتعطي الوقت ويجب أن يتعطي ولكن هذا المنظمة ليس لتعطي المستقبل لأن المنظمة تقريباً تقريباً لأن أعطيته بشديد جوردين 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 ويجب أن يكون عمر الياركات المدروعة وعمر الملكة أو كمان عوامل مثل تليحة والذكور وأعداد إسفار يحبونهم الزكرة لما تطلقها الملكة يعني الجيش كلهم معنيين بالتليحة وعوامل كلها قد تكون مساقبة لأنها تموت بقترة قريبة أو ما تتلكفة لنساء الأولى برحمة برحمة شكرا شكرا على الم質 أعتقد أن أولا لتقالصة من الملكة كلا سمعت من الملكة إذا لا يوجد من الملكة من الملكة وعند تحضير كلا لا تستخدم جيدة جوردين أو ملكة من الملكة من الملكة يجب أن يجب أن يمكنك أن تكون لديك أبداً والأبداً والكولونيات هو أكثر. هذا يعني أنك يجب أن تذهب إلى 1 أو 2 عام لكي يجب أن تقوم بإمكانك وإمكانك ثلاثة عندما يتحدث للإضافة يجب أن تحتاج للإضافة والإضافة لإضافة إضافة إضافة لكن عندما يتحدث للإضافة وقد تعلمنا وقد حدثت قليلاً قليلاً عاما وقد تعلمنا إلى 60s إلى 50s أنها أبداً η أبداً يأتي من المحل 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 بشكل كذلك يتحدث محل 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 المحل يجب أن تكون المحل المحل بعد المحل 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 يعني أن هناك مشكلة. ما هو المشكلة؟ عندما يكون المشكلة جيدة والأطفال يأتي. إذا كانت هذه الوحيدة اصدقائها تصدقائها يعني أنها لم تقرأها أو كانت هذه الوحيدة كانت تصدقائها أو كانت هذه الوحيدة لا تصدقائها لكن شيء يحدث مع مع المشكلة من المشكلة إذا كانت تأتي وإذا كانت تأتي كانت تحديدون لأنهم لا يمكنهم تحديدون لا يستطيعون لا يستطيعون وإذا كانت تحديدون منذ الأولى يمكنهم لا نعرف كما يحدث كانت تحديدون بعض الوقت 20-30% في المشكلة عندما يوجد خلال خلال من المشكلة ولكن في وجود الوحيدة بحيث أنهم كانوا يقعون مستطيع الوحيدة لم يكن نحن لأن في بعض και στην Ευρωπαϊκή, αποφάσισαμε ότι ένα από τις principες λόγες ήταν η παιστισίδιση. Μπορείς, δεν είναι η μόνη, αλλά η principη λόγη. Γιατί, σε πολλές αυτές τις πράγματα στην σπερματική, η σπερματική δεν ήταν 100%. — ... ... ... ... ... ... هل تم تثبيت موقع التلقيق؟ نعرف أن هناك موقعين من تلقيق وموقعين طواجد الذكون منسبة لمريكات هل تسفيتم الموقع وتأكدتم أن الذكون لم تلاقح من نفس الموقع أم أنها تلقح من ذلك؟ ماذا؟ إسفاً ماذا؟ إسفاً كنت تظاهرني لا تظاهرني لأسفاً هل تأكدتم أن تلقيق المريكات؟ التي قمتم بتغييتها تلقى أحد من الذكور من موقع المنهد أم من منطقة تجمع الذكور في الدرون السمبليارية السؤال الثاني هل تأكدت من عدد الحياة من المنوية الموجودة في السبيرما فيك والتي تعكس عدد تلقيحات من عدد الذكور التي يمكن أن تتلقى فيها منك السؤال الثاني هل تجدوا هناك خلقا بين الذكور إن تخذتم الذكور تم انتخاب الذكور من أصول عريقات فلا تلاحظوا أن هناك خلق بين ذكور غريبة أتك من مناطق وعيدة لتلقيحة الأمريكة شكرا جسو حسنا شكرا على المسؤولة أتمنى أن أتذكر أتمنى أن أبدأ من الأخير لأنها كانت مؤسسة عندما بدأنا على ما يمكننا أن نتعرف هذه الأشياء والتي تجدوا أن نتعرف أن لا يوجد أخرى بأننا نستطيع أن نحن 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 نحن. لكن ما نحن نعرف بذلك ما يحدث في نفسنا هو أنه في المحن نحن نحتاج المقبل من الكلام المتدين ومتقدم الكلام المتدين في الحقيقة من 12.00 إلى الى. هذا يعني أنه عندما تتكلمون مع إذنك تتكلمون إذا كانت تتكلمون انتظروا أنهم يتحدث ويتم يجب أن يكون خلالاً في المنزل لذلك نحن ذلك في 12.00 نحن ذلك في 2.00 نحن ذلك في 4.00 وفي 12.00 وفي 4.00 كانت تتكلمون عندما تتكلمون المنزل لم يكن لدينا أي منزل وفي 4.00 هذا يجب أن نحن نؤمن أن لا نحن 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 بشكل مختلف بشكل مختلف لأنهم يتبعون أكثر وفي الوقت في المنزل كانت تتكلمون في المنزل في المنزل في المنزل وفي المنزل وفي المنزل من المنزل ومن المنزل ومن المنزل بشكل مختلف وفي المنزل بشكل مختلف دائما وفي المنزل نحن ذلك يومي ويومي ويومي لم نشاهده أراضي لذلك في المنطقة في المنطقة هناك شيئا جدًا لأنهم قالوا أنهم سيطلوا إلى ميز إلى 12.30 إلى 2.30 إلى لذلك وعندما كانت تأثيرا وعندما كانت تأثيرا كانت تأثيرا إلى 4.00 إذا أظهركم وعندما كانت تأثيرا لذلك نعلم أن تأثيرا بعد 5.30 لم يكن هناك ولكن يمكن أن تكون 1 أو 2 ولكن فقط 1 أو 2 ولكن يجب أن تتأثيرا بأن تحتاج إلى المنطقة من المنطقة يحتاج إلى الكثير من تأثيرا من أنت لأن تتركيز لذلك لذلك فقط 2.00 وإذا تأثيرا قليلا بعد تتركيز لذلك يحتاج إلى الكثير من وضع وضع وهذا كانت أخرى كانت لم أتذكر أه نعم حسنا لا أذكر لا أذكر أه نعم ما معلوم بين المنطقة και المنطقة 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 فلذلك أعتقدت لو أن لم أردني في المنطقة أروا مضح المنطقة لا لم لكن لدينا لما في الوقت والذلك هذا هو الثاني عام الذي يعمل وبعد ذلك ما فعلناه فقط هو نحن الى فكرة المتحدة و نرى أن نخصصاً يقدمناها المتحدة ولكن لم نرى ما الذي يحدث مع المتحدة بذلك نحتاج إلى جنبية البيض لإحساسهم والمتلحات النوم لا نهريك شيء هنا لأنه يحدث النوم من المتلحات النوم لذلك ينبغم كل بحث لذلك نحتاج إلى مικροسatellites ويجب أن نفعل ذلك في الواضح لا يمكننا ذلك في غريس وما نريد أن نرى أيضًا تحتاج إلى المستقبل أيضًا هذا يعني أن لا نستطيع أن نستطيع على المستقبل على المستقبل أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع كيف يستطيع أن نستطيع نستطيع أن نستطيع ويتم تأخذ وعندما نستطيع أن نستطيع أن نستطيع Thing في الواضح فم لكن كنت نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الفراض الشيطة على وجه إلى جد مستقبل توجد المكان في ناحية المتحدة. ونحن لم نكن. ونحن لم تكن. توجد من 2 km لأنني أخذت محلول إلى 2 km عقلنا. ونحن لم نكن نجد. ونحن لم نكن نجد المكان في المنطقة المتحدة. ولكن ، أخبركم الحقيقة أريد أن أعرف لكنها ليست كثيرا. ولكن كان يكون أعرف إن نحن نجد المكان ونحن نحن 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 وشاهدنا معتبا النحن المثال وضع نحن 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 الفائدة من الوضع الحقيقة التي تفكرت بأجد strategic ولكن لكن نعم إنه في المتحدة مرحباً 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 لا 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 الإستمination is a very strong tool and it's a very good tool as well but sometimes, unless you are a laboratory that you are really doing only this it's difficult there are laboratories that they are specialized to do that and they are fertilizing with instrumental dissemination thousands and thousands but it's not so easy for the beekeepers or for my center in particular because I don't have so many people to invest one person on this and there is one thing that the train of reaching queens might be superior because when the queen is mated freely on the air with the drones then there is natural selection because the best drones are going to mate with the queens not the drones that I would just pick up what I think the best color is natural selection can not be done through instrumental dissemination it's our own laboratory it's a scientific selection which is good so I think that no you will never stop using insemination it's another tool that's strong but maybe restricting purposes and this one can be applied even by the train I mean it can be applied from a big breeder the only thing that he uses is the railways which is cheap to do and the other thing is the cool box and the cool box it's not very 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 expensive it doesn't go down to minus mine it goes because I did it like that but you need only 14 degrees you cannot do it with a normal air conditioning you need a very strong machine but still it's not so expensive so somebody could do it in areas that there is a lot a lot of interrogation and hybridization I have two comments and questions first in the morning the microphone came to my hand and I'm a doctor I'm a doctor for every time I'm a doctor I'm a doctor I'm a doctor but it's a three-year question but I want to remember this is the first one this is the second one the second one the second one the guest came to me he was a doctor he was a doctor he was a doctor ok ok but I know I know that all of us are aware of it but we're not sure we're going to move to the audience ok the question is how was the number of the times that the leaders have been in it to do a regular how was the number of the times that the leaders have been in it to do a regular process thank you we're talking about the train I suppose yes yes we're talking about the train ok ok if you remember I said that because we want to do it one time twice three days four days in a row that means that we allow the winds four to six days to go out every afternoon that's it but we don't know every day how many times they go and from the times that we already observe them we saw that if they go and they stay for half an hour that's enough for today they might go to tomorrow but if they go and they stay only for ten for ten minutes and they come back very quickly then in half an hour they fly again so it shows that each of the queens that we already observe till now they go from eighty three to four times in these five six days but we leave them six days in New Zealand where they apply the system in a commercial way Australia sorry Australian I was correct it they leave it four days is it covered? no 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 thank you for your presentation and I ask one question about are we talking in English? no 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 الأرقل لماذا تستخدم الأرقل كصفة من الصفات تقييم الملكات الممتازة؟ شكرا لا، في الحقيقة لم أقل أن نستخدم الأرقل عندما قلت أن نستخدم الأرقل أو نستخدم الأرقل هذا يعني أننا نستخدم مستخدمات جنائية ونستخدم ميتوكودياً من هذا لذلك فقط أن تحاول أن هذه هي السكروبية في العملية المستخدمية أو في مرسلونية أو في الوضع إطاليا إذا كان هناك أخرى هو بمتعبولياء DNA ولكن هذا يجب أن تحاولي إنها للإددارات المستخدمات ولكن لن تحاولي أن نستخدم الأرقل لا نستخدم الأرقل على المرحومات المستخدمات ونستخدمات هذه هي الأشياء التي تحدث عن الأشياء التي تحدث عنها ولكن لا نستخدم المرحومات لإختصار المنزل ولكنه ربما تجدون أن ترغيطات أو التاليات ومعنى المنزلات المنزلات ربما تكون مرحومات في المنزلاتك ويمكنك ترغبون ترغباتك ولكن في نفسنا لا نستخدم مع المرحومات من تتخدم المنزلات المنزلات وزديدة وستخدمتنا 2 نشاط المنزلات Grant ورودتنا أعتقد أن نحن نحن نختار المسلطين من عجلة المنوعة لأن الأولياء المنزل من عجلة المنوعة بين عجلة المنوعة حسنا حسنا المنوعة 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 المترجم للغاية لأن هذه هي المترجم المترجم للغاية نعم نعم أرى لكنني لم أرى المترجم للغاية ربما لم أعطيها ممكننا نتحدث عنها بعد نعم نعم بالعرب يعني عن النهلية كانت بيتكلم عن استخدام الصفات المورفولوجية والمورفومترية في تقييم الملكات فهي تكلم في تقييم نعم يتأخذ السيقان والأجنة أنا أقول أنا أقول أنا أعرف أنها هاتلة تستخدم أنا أعرف أن يبدو لا تستخدم الصفات المورفولوجية خلاص فإحنا كنا زمان في استخدم الصفات المورفولوجية اللي هي من ضمنها ما يعني من ضمنها اللي هي قياسة الدرجة الدالتة والربعة والخمسة من دي منطقة وجود الموجودة 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 جوه الملكة موجودة في هذه المنطقة وبالتالي فإحنا كنا بنقيم الملكة على أساس القياس هذه الايه؟ هذه الايه الدرجات فحتى احنا كنا بننبئ على النحالين إنه هو لما يمسك الملكة أثناء موسم النشاط ما يمسكهاش بطريقة غلط على أساس إن هي هذه المسكة بتزعر الملكة ممكن تتوقف عن وضع البرد مجرد إنه هو يضغط على هذا الجزء من البطن بتاع الملكة ممكن إن هي من تتوقف عن وضع البرد المضيئة واحد ماسك واحد واجل سبعان واحد دربت كده في بطن فطبعا الكلام ده مهم جدا بالنسبة للنحالين هنتكلم للنحالين مش نتكلم للباحثين بعد كده لما نجي احنا نشتغل تركيح صناعي تركيح الصناعي ده مهم جدا ومتعب جدا والطريقة الحديثة في استخدام أو في حصول على ملكة تحمل صفات وراسية جيدة ممتازة لأن انت عايز بتتكر هم جاي من اين منسة وراسية انتكر جاي من اين والملكة جاي من اين وبعدين باستخدام جهاز التركيح صناعي بنبدأ نلقح هذه الملكات لاب أجل ما بنلقح الملكات ودتعب بنبدأ لأول جامع السيني أو جال السلمانوي ثم بعد كده نجي من الملكات بعد ما نبرد بها تربية معينة لكن أنا لو جلت الكلام ده كله وجلت نلقح الملكة والنحط ضربها زي بيقوله النحلين يعني لم يقبلها النتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ نتيجة انه هو النحط أو الشغلات بتتعرف على الملكة عن طريق الأروليا بمتاعها الغدة اسمها غدة طريقة الموجودة بين الأصابع أو المخانب بتاع الملكة فاحنا قبل ما بنلقحها صناعيا بنتأكد ان هذه الملكة الغدة دي موجودة وسليمة عن طريق لأنية الغدة بتساعد الملكة على التسلق على الأصطح المنساء اللي موجودة جوه الخليم أصطح وجدران الخليم وبالتالي المخالب دي بتبقى موجودة زي المخالب بتاع الزواحي لكن الغدة دي اللي عاملة زي الخوف بتاع الكمن بتبقى كرة بيضاء كده اللوم بنشوفها تحت الملسطور نتأكد منها هذه الغدة موجودة كاملة لأننا أثناء حفظ الملكات دي تحت الفاصل نص الكرة ممكن منها لهو عايز يخرج هذه الملكات من تحت الفاصل أثناء اللي أحافظها قبل التلقية وبالتالي ممكن أن هو يقرب هذه الغدة بدون ما يقصد فأنا بجأ بالتلقائي الصناعي وبص على الغدة دي بجيب رجل الملكة وبص على تحت الميترسكوب وشوف الغدة عبارة عن كرة بيضاء اللوم منتفقة من بين الأصطحي من الغدة دي الموجودة وأتأكد من كلا الكلام إزاي بجيب نقوس زجاجي وأعرضه لضوء بتاع لمبة التهربائية عشان يدفع النقوس وأسيق الملكة حرة تحت النقوس إذا اضطرعت الملكة على قدار النقوس تماما تحرك بحركة سليمة يبقى الغدة بتاعتها إيه؟ سليمة لو ما تحركتش وبقى تطلع وتنزل وتسأل يبقى الغدة مقروبة يبقى أنا وأتعرش فيها وأعود ألقاح أتركي السماعات ده بالنسبة لي الغدة بتاعت الأروليوم وهميتها في التلقيات الملكة دي برضو من ضمن الحاجات الموجودة اللي هي ممكن النحاء يأفز على الملكة بأفز السخورة بعدين يفرج عدها في الخلية تقطع تتلقح وترجع يبقى النحلي بضرابه بل لك الملكة تلقحت ونحلي ضرابه مش موجودة في النوية ومش موجودة في الخليل إيه السبب؟ الأروليوم ممكن يحصل تشوء أثناء تربية الملكات الرجل اللي هو بيعمل بتجرافتينج بجيام العملية تشوء للجسم بتعملك تشوء صغيرة المبايد ليس مصبوطة فالكلام بيأثر على عملية الخصوة الكفاءة تلقحة الملكات ده بالنسبة لي الجزء أي سؤالة نحن مستعدين لأن نحن نقوم عليه فالضبط ممكن أعتقد أن رأيك عندما قلت عن الأروليوم لأن أعتقد أن ما قلت هو إذا استخدمنا عملية الخصوة للأروليوم لتحدث جيدين مع أروليوم ولكن ليس فقط عندما كانت في المنطقة لأن لم أرى أي نحن بالنسبة للأروليوم لكن عندما تتحدث عن السيماعات أو نحن ذلك ذلك أنا أعلم شكرا 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 لأ احنا نقول دايما أن أي ملكات عزارة تحفظ تحت الإفاص لا يتعدد عنها تسعتاشر يوم بعد تسعتاشر يوم تخلص منه لأنها ممكن بتتلقح ما تتلقحش بعد تسعتاشر يوم في الحفظ تحت هي تحت الإفاص نص فرق في الخريق شكرا 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 لحضرتك شكرا 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 كانت في الدكتور برسالة تجلس أيضا في المشارة سالة مادة المطلقة من المجل إلى كيف أتفقد الكريستاليزياء أولي كيف اقوم تجهز الكريстالي المجرد لنمج المغربي اذا كنت تجهز من مسئلان طبعا أنه يتجهكم هذا بعد أنه يجب أن يفعل من لماذا المغربي اللق في المغربي ويجب أن تكون المفكتور أمممم سيستغل الخالف امممم مبترة أمممس قوة لكن ولكن في الحقيقة ، يجب أن تكون دائماً في كل الأشياء. ونحن لدينا 10 الأشياء للمشاركة المشاركة 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 ولماذا لا يكون هناك حنيوة موجود في واحدة للمسارية ولماذا لا يكون هناك حنيوة اكايا حنيوة موجود في واحدة ودى واحدة لدينا الكثير من موجودة حنيوة يمكنك أن تخلص الاتفقى عبرًا خلالها سهلية لحضورية أيضا كما تشتريفين على الكثير من المutفلولونة ولكن في المutفلولونة هي جانبها كما إلى أن التصف الاتفادات من المutفلولونة في جميع البقاء العام المستخدمين يعانون لا يستخدمون لتغكيش من limitations الأنزانك المستخدمة. عناها مع تحياة البرطاره يعني ان توجد فقط في مجموعة الفتائية يذهبون إلى العاربين أو إلى عبار Villa يذهبون بعض الابنى يأضل مع الابنى ومن أحسسون لأنزاننا المتخدم تعيش منه لا يستطيع البيتصال لذلك العلاج لا يوجد من نحن لتعيش لكن الآن العلاج المعراجات المعركات المعركات المتعارات لدينا مهارة يمكن أن يكون العلاج النهي ويمكن أن يكون العلاج في العلاج ومعنى من خلاله في ثماني أو في ثماني و San Bernardino وكان مختلفا نحن لم يكن لدينا مؤمن المشاكل الآن يتعلم أنه يتفق البعض لأنه يتفق الأن باستخدام بشغال من هذا يتفق بعض المعروض من هناك كبير كبير حينياتي يملكون كبير حينياتي ويصالي لا يتصنعون كبير حينياتي وهم لا يحبون تحب هذه الفيديو من الناس وذلك بعض المعروض يحبون بسيطة أتأكد دولك أن تضع بكسجحة وجودك البباني بكأنه لا تحتاج إلى تلك الخصيص. و أنت مهدايا. بعض الأشياء، بعض الأشياء، بعض الأشياء الأشياء، المترجم للقناة وبالطبع عندما تكون هناك مع بعض الأشياء مع بعض الأشياء مع بعض الأشياء مع بعض الأشياء ليس لديك المترجم أبداً عندما تكون هناك أبداً، لأن السيئة المترجم للغاية ليس بالكريصلية المترجم للغاية ليس بشكل صغير سهل من مجرم هل تستمر بالجبال؟ ومعدي لديك المترجمات ومعدي لديك فلورة ومعدي لديك أيضا أيضاً مثل سرانة أو حتى البيض مجرد البيض لا تقوم بالمعنى توجد الوضع ومعدي بالمعنقل في الحلق البيعيز وفي الحلق الاختران وكما توجد الكثير من البيعيز يوجد الواتف المسكومة بسيطة المعنى وكما توجد في الواتف سنة المسكومة والسكومات كتابة أغامر وصفاتات السلبيات العملية ميزة من حمالي كتابة وصف وهو حمالي وصف communicة من المسيولة لذلك يجب أن يهمي أن الحمال بين الواء و الزقار ستكون مهمة لكي ستكون مهمة لكي ستكون مهمة لكي ستكون مهمة لكي لا أريد أن أتعلم في البيئة في البيئة و البيئة لذلك تجد أن نعرف أننا لدينا 10 فاقتور إلي ايو الثالث القصير المطلوب السبير من المحل النتائج من المق link ال mitochondم الم bike ل观 inflamم القسم من المقالب سِليس بشتري powin اندائجة كرسليات إلي واضح الممقل إليك أستńskin podobست example crucifer honey colza is rich in glucose so they crystallize very quickly I remember sometimes to harvest honey from colza and leaving the honey in drums of 300 kilograms and going the day after to harvest all other apiaries and when I came back it was crystallized in one day so sometimes it's very very quick at the opposite honey like acacia rich in fructose crystallize very slowly all the all the honeys crystallize you have some exceptions like tupelo honey the latin name is this a question it never crystallized don't ask me why we will see after so the rapport between the the ratio between fructose and glucose we we have some figures and we can we can by simple analysis say oh this honey will crystallize in two months or in six months or in one year or maybe in one week so the second factor very important it's a moisture content it's a percentage of water inside your honey so at 18 the percent of water or more delays the crystallization of honey 16 and less slow the crystallization of honey you must know that the crystallization it's a it's a like a molecule coming uh assembling uh uh assembling themselves like uh monkeys uh playing a game and uh when they started you have a multiplication so things are moving in the honey so if you are uh with a sticky only with only uh 16 or 15 percent of water it's it's not easy for for the crystallization to be uh to be quick even to you you have some you can we will see some solution if you keep in fridge you don't have crystallization so uh i don't yes so at uh at less than uh 70 percent low risk between uh 17 and 18 you have a low risk and between uh 18 and 19 and high risk and after uh 19 you are very high risk of fermentation so uh that is another ingredient because you have to avoid the fermentation and uh the we can we can go through this one because it's a very complicated preparation and storage temperature that is very important also i we can say that for the 10 factors here we have the three more uh the three main factors i mean at 28 degrees the only crystallized slowly 28 or more hot temperature at 14 or uh around 14 so it's the best temperature to have a very quick crystallization it's an optimum and between zero and six the only crystallized very slowly so you have 14 14 you crystallize very very quickly and if you if you go up a little bit up a little bit later and if you go down also the amount of cold temperature because it lies slowly you have another factor there are the micro elements when you have little particles you don't filter well your honey it's a it's a beginning of the assembly of the molecules and you increase the 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 time so you increase the factor of crystallization if your honey is not well filter correction it's the same with the macro bubbles for example if you use pumps and tubes not very adequate for honey uh process in your honey houses you can introduce micro bubble when i say micro you cannot see with your eyes and it's very very small small and all the same things it starts a crystallization with a reaction with a reaction effect you have thermal shocks also for example if you store your your jars or your or your drums in a local at the same temperature you don't have movement of of honey inside but if you store outside like like on the on the left during during the during the night the honey is cold but after during the day it's a it's a little bit hot especially if the sun are on the drums so you have uh convention uh convection 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 flows so you have a movement inside your drums and because you have movement it facilitates the crystallization the molecules are more aware to to be together and etc you have the same for physical shocks if you if you move your your honey quite often you have movement in your in your drums and you increase the risk of crystallization if the honey doesn't move you have less risk of crystallization and you have also the lining effect if you have if you have for example if you get pallets of jars empty jars and you don't clean them before to fill with honey you have dust on the on the on the walls inside and this also can increase the the to start the crystallization and it's the same with a big drum if you don't have a very good paint inside if you are a little little asperities etc it is the induction of of crystallization is fast and you have the volume effects uh mass effect exists for example the the crystallization it's 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 a little bit difficult to understand but it's quicker in a big drums than in a little and we can we can we can have this for all the kind of honey monofluorals multifluorals etc and the the 10 factors the 10 factors you cannot see because you have the armchair it's other sugar we are we talking about uh because food does but you have also melisitos mantos etc you have lots of other other things so it's a it's a very uh sometimes it's uh how to say that he he collaborate for a quick fermentative uh crystallization for example uh with 10 percent of uh millisitos uh you have a chris a quicker crystallization and you have different affinities with water it's very complex when you introduce the the concept of other sugars but the most important are in the in the top the glucose ratio moisture content and of course the 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 temperature so how to delay the crystallization we have to work on these factors first we we must have a good filtration or micro filtration no ultra filtration like in united states or like in china because with uh ultra ultra filtration you take out a filtration you take out lots of things and especially pollen and we cannot see the origin geographical sorry botanical origin of the the money so if you have a good filtration not ultra filtration you avoid micro elements so you take out one of the factor uh with ultra filtration uh with ultra filtration under one one of the migrants you must be very careful with your local legislation for you for example in europe uh it's prohibited under 80 okay so in terms of you have uh filtration you have uh filtration you have different uh level you have a simple filtration what the usually the the beekeepers are doing with 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 tissue less like mosquito net etc you can have also some filters uh in stainless steel you can buy uh through the beekeeping equipment suppliers and after you have ultra filtration and after you have nano filtration and after reverse osmosis of course we never use this because at the end we will we will then we just water so we have two kinds of filtration tangential filtration or frontal uh filtration so for for little uh beekeepers we use the second one it's easy but for industrial use we use the first one the tangential because the volumes are fast faster and you have different kinds of filters from very simple to very complicated so you have also the uh in some countries it's not very uh in some countries it's not very uh used uh in some others like the united states again it's uh quite often used you have the flash pasteurization or ultrasounds we will see after so the flash flash pasteurization it means flashes it means very quick we will see uh it's the honey goes through through plaques uh with with plates uh heat exchanger and it goes very quickly uh to a hot chamber so i will show you different equipment like this one this one you have you have plenty on the on the market and now i just want to describe one normal uh pasteurization so the honey comes from the the dress and from the micro or ultra filtration goes to a tank at 45 degrees celsius and after that you have a pump and it pumps on the hot chamber of the pasteurization for to have to get hot we have a generator of of steam so the steam at 150 degrees goes to the hot part of the pasteurizer and the honey goes through the plates inside so the honey uh is heated at 75 degrees you have a bypass here and if it's not really it doesn't reach 55 degrees he goes back he goes back to the to the tank in order to 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 get this temperature otherwise he goes directly he goes directly to a big amount of tubes it's a room temperature in order to stay with this temperature we will see in fact it's not few minutes few hours or few minutes it's few few seconds you will see and after that then you have a second part this one it's a cold part of the pasteurizer with a water pump at 15 degrees and you cool down your honey quite quickly from 75 degrees to 35 and after you can put them in the in the drums or you can go directly to the packaging lines okay but it's a it's a it's a it's a it's a scheme of a normal pasteurizer so in terms of time between between the entrance uh uh in the in the between the entrance in the pasteurizer and the exit you have a maximum of seven minutes but in the hot chamber it's a just few seconds just few seconds so this this kind of equipment it's a similar for milk milk industry with we cannot use directly uh pasteurizer pasteurizer for milk directly for honey we have to change little things but it's a the same system okay so but when you eat honey you must know that we have two phenomenon in fact we have more than two phenomenons but i want to tell you the most important the codex alimentarius for honey uh the maximum it's 40 milligram per kilogram of hmf i um hydroxymethylfurfural so and 80 milligrams for tropical lilymets you must know that if the you you have a honey at zero percent zero milligram it doesn't exist because even the nectar has a little bit of hmf uh in in six you cannot see due to the ramshires at uh at seven degrees 70 degrees celsius in six hours you can you can get 40 already uh at 60 in one or two days at 50 degrees okay so you will see that uh if we are just seven minutes at uh and just a few seconds inside the the hot chamber of the pasteurizer it's not a big problem for for the level of hmf maybe you increase from five you you get six or six seven uh milligrams of uh of hmf not more but the second thing your your honey it's uh it's something it's a food alive you have still after the harvest you have some transformation you still have uh enzymes uh doing their job uh degrading the saccharose molecules so you have we have a diastase inverta's half time so you can see that at 70 degrees just in 47 minutes you can you can you can uh destroy the inverse inverta's half life of inverta's so we must be very careful with this especially if we we are not talking about pastoralism now if you store your honey in a in a in a bar without insulation and you have sun because here in this kind of countries it can be very hot during the summer be careful if your drugs are at 35 40 degrees you see that you know in 31 days you have you destroy uh destroy half of the diastase and uh and then only in 10 days you destroy half of the so in terms of prevention also we can decrease the moisture content under 17 degrees so we have two kinds of technology the first one is to use a dehumidifier dehumidifier before the extraction so you you put your super in a little little chamber with uh with this kind of equipment during one day or two days uh you you try to to avoid you put your super like that one like that one like that one like that one like that in order to have uh circulation of hair even you can add a little fan inside and you can uh with this kind of free equipment you can take out one degree one percent even two percent of uh of even sometimes more three percent of your of water from your honey you have also other equipment i think lega is showing one of of them so it's it it works with disc uh new york the microphone no thank you okay that is very simple system uh here it's a tank you 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 fill your tank with honey here you have an axis and with disc so and they turn very slowly okay so they enter in the honey and they take a thin layer of honey so you have a big surface of exchange so you have the the cover you close the cover and you have a system like uh the like a refrigerator but it's the opposite so it takes it takes from the the upper part of the disc it takes moisture from from the old name thank you and this one is is very efficient and he he works very of course at industrial level you have big device with vacuum system etc in order to do several tons per hour but with this one you can do easily 300 400 400 500 kilograms per day okay so the storage also it's better to store over 28 but be careful not at 40 or 50 due to the hmf and also invertas and yastas or under six degrees and also you have to put uh uh sip cleaning in place equipment in order to have all your devices all your equipment in your honey house very clean very clean between two uh honey flow i i explain to you for example today we are we have supers with rap seed colza this one crystallized very quickly so i extract i put my frames in the extractor it goes to a tank i have a pump i have tubes etc if i stop this and i wait one month for the next honey flow acacia if i don't clean my equipment i have traces i have little pieces of crystallized rap seed and it contaminates into brackets the acacia honey and the acacia honey usually is not is crystallizing after one or two years if you don't clean and you have crystallization uh you 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 have a acacia honey crystallizing very quickly so you must clean everything and you have different techniques but you you don't have to use a very heavy chemical products if you use very hot water it's 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 a good beginning and also you have when you you package uh you must you must have a hot room where your filling machine are because you avoid something like accordion inside when the the machine fill the 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 so to avoid micro bubbles don't don't fill your your jars in a cold room so we we saw how to prevent the things but uh we we have to respect sorry yes we have to respect the six six above points we saw but you have other solutions also uh just in time distribution so it means uh when you want to sell honey to for for example uh you harvest 20 tons of honey and you you are going to sell it during one year to different little supermarkets one example it's not a good point to put everything in jars because if you put everything in jars you are going to sell the jars this month in two months in three months they are still liquid but when you are going to sell your jars in six or eight months maybe it will be crystallized and if the consumers are not very this you 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 are not going to sell it so it's better to fill a little amount to sell to the to your customers and to to keep the the honey in drums and to decrysalize time to time just before to sell so you when there will be on the cells they will they can stay two three four months without crystallization depends on the on the which kind of honey we are talking about of course um but also we have we must we must do um campaign campaigns with with newspaper radio tv internet etc we must maybe think completely differently in order to avoid crystallization let's go to the things to go in a natural way so we have to say to the to the customers and even with a little second label on your jars explaining okay this honey is crystallized but it's completely 100% natural and it's a it's a proof that this honey is not heated that is it's a proof that it's only kept all his properties api therapy properties etc so it's a long long way i have an example in 1982 i was in charge of a cooperative in a reunion island it's a small french colony close to to madagascar in indian ocean and there during years and years they were collecting in this cooperative all the honey from chinius to have antifolius from lychee from tar rouge etc and when i arrived i saw that if we separate the honey we can have different honey on the cells and it will be very good so we we put the chinius terran bantifolius it's a false paper tree in one part and lychee in another part maybe 10 and 90 percent but the lychee crystallized like a rap seed in two weeks in one week and it's white it's like it's completely white and the people they say oh you are selling the cooperative the famous cooperative are selling sugar in the insurance is that so we were in fairs we we do lots of conventions we went to the tv we went to to the newspaper etc the radio we explain and we say this honey is very expensive outside lots of countries they love it you are very lucky etc etc and after six months everybody wanted this so maybe it's a it's a the maybe the the solution is to do nothing leave the crystallization uh especially for organic market as you know we have maybe you don't know for for beef farms running their their bi's and their organic standard you have to respect lots of rules uh in the rapiaries and in in the honey house and you have 24 rules and one of them is never never eat your honey so when you don't eat your honey it crystallizes quicker so for organic honey the people usually they pay a little bit more they know a little more what one is and they are aware to about crystallization so you can even for some honey i told you some money they have a very very big crystallization it's not easy you can induce uh crystallization uh for example if you from castanea you don't have castanea here but it's uh you have in lebanon yes okay so the when you crystallize is is quite big so if you put five percent of uh honey rat seed honey inside 95 percent of uh mixture of uh of uh castanea honey you have like a cream it's very nice yeah yes yes of course yeah of course to induce this crusty crystallization you have to do the right mixture with the right ingredient and also you have to in tank you have to turn a little bit with a machine you have to turn your your honey and when it begins to crystallize even you turn a little bit something like two hours every six hours every six hours you turn it's a it's a it's a it's a job it's a real job but you you with this you have year after year after year after year the same the same the same uh consistency consistency the same the same structure so that and it's when you are doing very well uh even if you put a jar of uh of this kind of honey with the crystallization induced by your job you take out of the of the fridge and with the spoon is still very creamy it's very interesting so you is that it's a system uh and you have double wall inside you have a special uh food grade food grade oil so you can maintain the 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 temperature of uh of the honey and you can turn and you can add the rhapsody honey and you can stop and you can turn a little bit later there and you before crystallization of course you you take everything and you put in a glass so and for people uh they say okay you said that's the crystallization doing its job but my consumers they want liquid liquid honey i have crystallized honey how to decrystallize so you have different techniques you have the cold decrystallization you have the hot decrystallization by the periphery of the of the tank or the jazz and you have the hot decrystallization by the center so let's go for the for the for the first one called decrystallization for the last 30 years now on the market we have a very good device uh it's a this one is just for hobbyist it's like the same system like you want to make a puree with potatoes okay but in fact you the beekeepers they use a dedicated device it's this one i will show you how it works so here you have an electric engine very heavy and he can move like that okay so here you have an axis and at the end of the axis you're like a propeller so this one is completely uh hard and you can do it even if in your room it's five degrees you you don't need to to eat your your bum so with the with the weight with the weight of this it's scratch and scratch and scratch it turns very slowly like maybe uh 50 reps per minute and after after the scratching it's like uh creamy and because it's very heavy this one goes slowly down and down and down to find the crystallize when it's it's a little bit down down and done and in the meantime in the meantime here you have an electric pump so when adjusting on the top here so when it's creamy it passes the it passes the the creamy honey and it works perfectly it's a bit expensive so but with this technique it's not perfect for some some money for example sunflower you can make a little bit of foam you have to wait after but the advantage the big advantage of this technique technology you don't eat your honey so you don't increase the level of hmf you don't destroy uh invertas amilas etc all decrystallization by the periphery edge so you can have little room and you can put your buckets buckets or your drums inside with a little fan and a little heater you have different devices for drums even you have you can have a complete room for that and decrease civilization by the center uh it's uh let's say it's an electric resistance and it goes through the through the morning the problem you you have to be very careful with the thermostat and to adjust at the right temperature otherwise you can destroy your your name you can have lots of hmf okay so we saw different things and uh just to say that it's very important for for uh in the coran you have lots of swat uh telling you how important is the honey and please don't destroy the good properties of honey uh be very careful if you really want to decrystallize your honey because it's a noble product it's a noble product and you must respect it okay question question any question my friend from lebanon now the microphone is coming here for me uh 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 okay thank you so two questions and the second one is not about crystallization but it's an open debate so we can we can talk about other things than yes about temperature you you must know that at 14 degrees celsius it's the best temperature for the crystallization if 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 it's less the honey becomes thick a little bit hard and uh it's not easy for the molecule to move and to say oh i want to to be with this and want to be with this with this and to make the crystallization okay so and for when it's very hot it's a liquid and they don't have the chance to say oh come with me or with me they are swimming okay so it's a it's a caricature but it's it's like that for your second question about organic money you said what happens in the mountain pollution yes okay the 24 points for standard for organic honey you have one point about the area where the apiaries are you must not be in urban urban areas not with close to big industrial plants and also you must avoid monoculture in order to minimize the risk of pollution i say in order to minimize i didn't say in order to avoid 100 percent of the pollution that's the the problem this morning you you saw the the spreadsheet with lots of products and i saw i say something about the ddt is prohibited for the last 40 years and we we find the ddt in the fat of the penguins in the in the ball so you in fact you have pollution everywhere and uh with the with the colony collapse disorder or with the mortality of colonies lots of people they say oh i don't have my colony uh it's a monoculture with the industrial farmers with lots of pesticides i have my colony in mountain i i have no risk but after years after years after years after accumulation of little little pollution due to by the rain by the by the wind for example in france sometimes our car our cars are completely yellow from dust coming from sarah four thousand kilometers so if you if you have if you have four thousand kilometers if you have some some industrial crops monoculture with lots of treatments at 20 kilometers and you are in the mountains you have a valley you are in the mountains sometimes it's worse because you have the the venturi phenomenon and you have a high concentration at the end of the mountain so the problem is exactly for for the it's the same picture with wax we cannot find any anymore wax foundation without any contaminants okay so we try to buy only wax organic wax it's the certification is more and more difficult and we try to to use only wax coming from calves not from the the old comes melted okay so so we have less risk of contaminants on these accounts and for honey it's the same we try to put our apiaries outside of monoculture but we cannot guarantee 100 percent even 99.99 percent that you don't have because because it's all over the world now all over the world it's a it's a it's a big problem and uh you see you know that the 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 fertility of the men are great is reduced and for animals also etc due to uh some kind of some kind of plastic some bisphenol and also products like that but it's not because you are living in the forest you don't have a risk it's all over the world it's a problem so the problem in fact it's uh it's a political well which kind of society do we want to 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 live in uh more and chemical products or um not coming like our grandfather but coming to green uh procedures process yes yes uh uh you've talked about ترميل شوكس بالباسوليزازيون وشفنا بالباسوليزازيون في مكانة باسوليزازيون كمانا تستعمل بالميك برودوكشن نحن كأنا كبيرنر بيكيبر هيدا المكان ما في يحصل عليها شو البديل العائلة بيكيطموها 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 هيدا أول سؤال و التين سؤال كرميل mellicastellization هل ينفع نعمل thank double layer double jacket tank على خمسة وأربعين درجة بوقت معايا تاندور العسل طبعا جدا So for your first question It's about, do we have something like a pasteurizer but less expensive, smaller made simple, we don't have The answer. It's We don't have. And your second question It's about, at what temperature we diferenulsive السلام عليكم نكن مردنا نادي لست تباقي ليست طريقة التعليقات صحية لتعرف على المستقبل نعم نعم لكن كما تعلمون هل هذا جيد امتلك لتعرف على المستقبل لتعرف على المستقبل نعم تتحدث لقد قالت لقد قالت لما لم تتحدث لقد قالت او لسيارات سوف ترسيط لقد قالت لقد قالت لقد قالت لقد ترسيط هل ترسيط لقد رسيط هل تجل او ترسيط هل تترسيط من المستقبل همف وماتن ồngير ، سيكون في حالة 45 ربكات ، أو الهربية ، في حالة 45 دمية ، واحدة ، يختلف بشكل 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 اني يحتاج لديهمون وشكل حاليًا . ماذا يعني؟ المنزل ليس جيداً جيداً إنه جيداً لكي يجب أن يكون المنزل فيها لكي يجب أن يأكل الكثير من المنزل أبداً في 45 دقائق لا تتسجير نظرنا أن تكون لدينا الكثير من المنزل بعد حلواني أن تتسجير من المنزل لا تتسجير في حالة أكثر لذا نعلم يكون المنزل نعلم أنه يملكه يستمر فيها وعنددنا بانماري فبنا حتى يملكه يملكك إذا كنت تفعل بانماري أو تسجير أو تسجير لا يقال على المنزل تلكيسترين يخير الهوني، ولكنه يخير الهوني سيغير الهوني والهوني سيغير الهوني جدًا مجرد الهوني إذا كنت تفعله ستفعله وتفعله وقتك ستفعله مجرد الهوني أو كثيرًا أو كثيرًا هذا ليس جيدًا ليس جيدًا أيضًا لأنك تتحول كثيرًا سؤالي ليبانون السيد راتيا يعتبر من أهم الخبراء حالياً بتربية النحل على مستوى العام بديس لك سؤال شخصي أنتك خبيل بتفضل أنه نعتمد أسلوب تسخين العسل أو يعني الأساليب اللي بتمنع تبلور العسل لحتى نزله على السوق أو نعتمد الطريقة التانية واللي هي دوعية المستهلك نحن كنحالين في العالم العربي أمام مشكلة اسمها تبلور العسل العديد من النحالين يخفي هذه الظاهرة الحقيقية عن المستهلك يخفيها وإذا أود أن أقول بصراحة سأقول يكذب على المستهلك يكذب على المستهلك ويقول له العسل الجيد لا يتبلوره تمام؟ فنحن مسؤولين باتحاد النحالين العرب وأنا أستنجد بك يا خبيل أن تقول لنا رأيك الحقيقي في الموضوع هل أنت مع أن نقوم بتوعية المستهلك أم نقوم بتسخين العسل موسيقى 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 لذلك كان في المسرطل في الكنديين Lowepory لا symptomatic Park الأكثرية الماضي ما أبيع Lab Lesseth كما أريد أن تابد ل Qatar عنا بوضعه خلال أن يحصل على خلال الملاحب لأننا أراكم أننا لا تدري��ا بشكل rule لأننا لدينا كنسبة لعنا نسمع لجميع المنطقة لا تدريكية معنا عن إيجابات وanて يفعل ذلك وهنا أعطيتني في ماركو لقد كنت قلت لديك 30 سنة في ماركو لقد العموبة من عملة وفوص increment وليل مع المي Hornay المهربين ومع الموضوع للدوح المهربين إذا يعني من هذا المهربين يجب أن نعرف سيكي كيف يمكنها التعامل الى الواقع بأنه المصدرية هي اختيارة الناس وكيف يمكنها المشاركة الناس لا تنزل من مواقع الناس لأننا نتحدث عن الضوارات وكيف تتحدث عن الناس ولكن هناك اكثر من المشاركات من الأحيل أنك تضيفكية بيستمرارات لكما يمكن أن تصبح حيث تغييرتين ويجب أن تفكير وكما تفكيره ربما يجب أن يسألون منج الشركات يجب أن تحييبه إلى المجتمع في المنزلين ومعاملات قبل كلاما أن نحضر جيدة أن تكون جيدة في مرحبات كتبات القدرة مثل في الاندى إنها تجد أسعرق إذا التجدد لديهم أن تجد المنزل أو تكون محضرة كتبات أسعرق في الجيدة وإنما تعيد الجيدة إذا فقط نحن نشر من الأشياء وإنكي من المتعارات المملكة وإنكي من المستوى للشفرات على المتعلقة في تيوه، على المتعلقة تجلد كما تعملهم مهمة مفتاحكم لتعرض لجميع المدينة تجلد المؤمن المتعلقة بالمجتمع المتعلقة ويبقى أيضاً على المالك إذا كنت أكثر أو أكثر لتفعل أجراء أجراء أين أنت؟ السلام عليكم أنا من فلسطين أنا بتحكي مداخلة مداخلة قيمة عن المؤتمر مش سؤال المداخلة هاي أنا بشكر كل النحالين اللي موجود هولي اللي قاتحنا الفرصة إني إحنا نفهم ونسمع إنتو قديش بتعالو إنتو أكتع ناس نحلي إنتو بتتعب أكتر من كل الاتحادات أنا مع الاتحاد النساي بس نزوماً إحنا في عندك مزارعين في عندك اتحاد مزارعين اتحاد سيدات الأعمال بس اللي أنا شكتهم في على مدار اليومين إذ اللي أنا حضرت المؤتمر فيه أكثر ناس ببدلوا محجود يبيبذلوا مجهود وبتعبوا عشان ينتجوا منتج يكون صحي ومجودة عالية للمستهلك هما الاتحاد النحلي يعطيهم العافي وبعد لما أنا شفت البرجكتر أنا عالي مدار اليومين حضرت مغربتش ولا ساعة أنا شفت كل العروض اللي عرضتها التوالي للشاركة كانت عروض مبهرة جداً والعرض اللي أنا شفتها هلأ عن العرض اللي قدمت حضرتك في التقليات العالية والجودة والكميات الهائلة يعني أنتم مشكورين جداً على هذا الانتاج ونفس صار عندي فضول اللي أزور مؤسسة ولا جمعية ولا اتحاد وأطلع بعيني على شو يعني هالمواكع النحلي اللي أنتم حطينها في الجبال أصلاً هاي يعني تعطي الصحة للجودة أو للمنتج ويعطيكم العافية الجميع وشكراً لما اعتمر وكل الناحرين ويعطيكم العافية إن شاء الله بالتوفير ونجاح لجميع شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم هناك الكثير من الهجميع مصر أيها أعني شكراً لكم شكراً لكم إن سمعتني دكتور الآن يوجدها بس مشكلة صغيرة اغلب الاعسال اللي بتجي لنا من بروا زي السبر اليمني او التشميري او السعودي بنجي ان الاعسال بتقعد عندنا سنة وانين وثلاثة وما فيش بدراء فيها ولا تجمد ولا تسكر واضحة اما الاعسال اللي عندنا هون السبر عندنا السبر كويس جدا في اينا وفي اسوان ودرجة السبر فيها عالية جدا بل يعني ممكن في بعض الناس يعني عندي مثلا ممكن لها غش هبيعه يمني وهبيعه كشمير رغم ان هو مصر اجد ان المصر يتبلور سريعا وانت السبر اليمني او السعودي اللي جالي مقرب ما بيهوش من وراء خاص امام كده فهل في يعني ايه هنا بتعزف ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ان عسل السبر المصر عندنا هنا بيتبلور وانت عسل السبر اليمني والكشمير اللي كان هو حقيقي اصلا انه طبعا بيجي لهم الساورة او بجيبه من السعودية فمعرفش يعني مدى امانة اللي بيعهوني وانت ايه ما بيتضرورشي بالنوطة الانية النوطة التانية احيانا ضع السمراء داخل I want to answer to the first one I want because it's a big issue So we are talking about honey and honey But are we talking about honey and honey We are talking about pure honey, Egyptian honey But we are talking about imported honey So when we are talking about Egyptian honey It's producers, it's beekeepers Okay? But when it's imported honey It's not producers, it's traders It comes from traders And it comes from abroad And you don't know how the process is And I can tell you with the new technology Of magnetic resonance, etc. We find more and more adulteration of honey Coming from India, from China, etc. For example, the exportation of China For the last ten years It's five times But the number of beeheels is nearly the same It's only 15% more of beeheels So something, you have something And the something is easy to realize You have some factories doing false honey Analog honey, fake honey With enzymatic bath With addition of enzymes Addition of pollen, colorant, etc. They can make what you want And it's very nice Because the price is two times under the price of the honey So we must fight this So the third Why this honey doesn't crystallize? It's easy to understand, to guess It's because it's syrup Or it's 20% of honey With 80% of syrup Okay? Or 50-50 It's not 100% of honey So if you put syrup in your honey You will see it will not crystallize very quickly So you don't do it because you are a professional And you have an ethic of quality So the solution for that Is to oblige your government Egyptian government To apply control at the borders And to analyze some samples And when it's fake honey Up in the sea Or back to the producer To the factory We don't pay We don't want this And you will see You will not have this kind of Because now we are We can talk at another level Not at a technical level But at a financial level When you have lots of honey Like that False honey Coming in your country It's at a very low price Very, very low price So it's an illegal competition With your normal product You sweat in your appiaries In order to get this honey You sweat You work a lot And during this time In a factory You open Get the tapes And you can do what you want 10 tons today Or 20 tons tomorrow No problem Without sweating So you have to You must have a very strong Egyptian association of beekeepers And you must be very well linked With your government And to oblige them To avoid any importation Of false honey And to look about Because you have corruption Also etc. at the border You have to protect You have to protect Your industry Because you are doing well And in Egypt You have a fantastic honey Bravo I have to tell you I mentioned I was wondering I addressed That the honey FocINO A honey FocINO A honey A honey JL We are aware That honey It is a honey To get rid of the honey A honey That is a honey A honey بالعصر بالكريستاليزائشن مش بالفرماتيشن بالكريستاليزائشن شكرا شكرا أنا لا أعتقد أنني أفهمت المسؤولين أنت تتحدث عن المسؤولين عن المسؤولين وبعد ذلك هل تستطيع أن تتحدث بسيطان دائما أريد هل بسطرا مفيضة بعمليلين لكريستاليزايشن تابات العصر هل هي لفرماتيشن تابات العصر 자 نعم تتضمع فرماتيشن لكن the people using pasteurizer they don't use it to avoid fermentation They use to postpone the date of crystallization Usually with pasteurization you can postpone at least six or eight months the crystallization so that it's for big packages it's good because they don't have to decrystallize day after day a little amount of honey and they don't use honey with a lot of water inside because you have codex alimentarius with a limit you have controls, you have laboratories you have the frauds and the people using this هذه المستقبلة، 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 لا تستخدم الناس مع الكثير من الماء لذلك لا يحتاج إلى المستقبلة المستقبلة لذلك يجب أن تستخدم المستقبلة المستقبلة بالنسبة للعسل التي تحدث عنه الكثير في أجزاء منه العسل السدر وأن العسل الذي يأتي من المملكة العربية والسعودية واليمن ويأتي إلى مصر وهو لا يتبلور والعسل الذي ينتج من مصر وهو من السدر يتبلور طبعا العسل السدر الذي ينتج من المملكة العربية السعودية هو عسل أحاkas الزهر لا يكون معه زهر ولو اشتركت معه زهرة أخرى يتبلوها ويكون بنفس الصفة التي ذكرها عن العسل الذي ينتج من مصر فنحن في المملكة العربية السعودية لدينا كثير من الأشجار التي تزهر في وقت واحد وزهرة أحادية لا تكون ثنائية ولو كانت ثنائية أو ثناثية الزهرة كانت تبلوغ كذلك سواء في العسل السدر أو عسل السمر أو عسل الطمح فهذا الأمر فقط للمعلومية وليس إلي والسؤال الموجه لدكتور بارك الوبيل هل الأفضل بسترة العسل عن طريق الحرارة أو عن طريق الطرق الأخرى الذي ذكرتها أي الطرق أفضل نحن لدينا مصانع تشتهد في إخراج العسل بشكل جيد وأن يكون أورغانيك وعضي ونشتهد في أن نخرج العسل بكامل قيمة الدوائية الإلهية فبماذا تنصحنا؟ إذا تشكيت كذلك كما تشكي عن طريق الحرارة ثم تحصل بالخصوص كما تحصل بالخصوص أفضل السنوة لا أعلم في ساودية العربية ماهون ستشكي عن طريق الحرارة عندما تريد أن تستخدم في الماركة ونحن لا تستخدم 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 إنها تستخدم نعم ونحن لا أشكر هل تسخين العسل بيأثر على طيما بتاكتب؟ في سكرفوديا قالوا نفس الكرام قالوا أنه بيأثر تسخين العسل إذا أصخمت العسل بيأثر على طيما بتاكتب قالوا في ذة أبتزان بضراتك هل الكلام به صحيح ولا خطا؟ شكرا له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيكون أفضل، لذلك يجب أن يكون أفضل هذا المنزل أفضل ويجب أن يكون أفضل أفضل لا أعرف إذا سألتك سمعتك إذا سمعتك دكتور أنا ما كملتك سؤالي سيئ هيا لي أخذ نقطة إن شاء الله نعم، أسف الآن العسل المتبلول غالباً بيقعد للسنة اللي بعدها ما بيتبعش يعني مهما هنطنع أنا الخبرة ما بسأخدش العسل خالص عندي فغالباً العسل المتبلول بيقعد للسنة اللي بعدها تمام كده؟ ففي الفترة بقى وممكن نقعد سنتين كمان الفترة اللي بيقعد في البرطبانات أي أن كان عضوات زجاجية أو بلاستيكية أو مجرات البلاستيكية أو صفايا هل الفترات اللي بيقعدها متبلول كما هو؟ هل النزمات بشكل عامي؟ هل تتأثر بوجودها فترة طويلة في الصفايحة أو الشراكة أو البلاستيك أو الزجاج؟ هل دا بيقلل من فادة العسل؟ هل يحدث تفاعلات تؤثر على العسل أكثر من تأثرها لو تم تسر العسل على برق الأربعين مثلا؟ ببعث لونه ثم بعد مرة ايضا إيضا إني انه بهذا المزيد كيتا إيضا إيضا اكبر من أنه تم تتمر من خلال باردن محاولوان يخلط من روزام اس طويل دوقع حقا تستمر من مرة تحت لم 5، 10، ولكن بعد ذلك يبدو كثيراً كبيراً كبيراً نعم 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 حول أسناً مسؤولون من كثيرا من الموليكولات لذلك يكون هناك نزل لجميع الأول نزل وأناك نزل لجميع الأسفل أكثر الأسفل من هنا في أسفل الكنزل لجميع المدينة لذلك تقوم باستخدام هذا يا جماعة هو ايه اللي بيحكم بالطبالور؟ اللي بيحكم بالطبالور عاملين رئيسيين هي بقى مش هدوله الرطوبة معلش درجة الحرارة والنسبة ما بين سكرية تعرفين العسل بيبقى سكرية رحادية موضوع والنسبة بين سكرية الكوليكوس والكوليكوس المعنى الكلام ده ايه؟ ان من اول كل اللي بيتبالور هو عبارة عن بلمورات البلوكوس الفروكتوس لا يتبالور ليه ما بيتبالورش الفروكتوس؟ لان سكر الفروكتوس سيأتوا بها فكل النويات او الانوية بتاعة بداية التبالور بتبقى في بلمورات البلوكوس طيب من اول درجة 14 مئوه درجة الحرارة الجوية 14 مئوه في اقل يبدأ عملية التبالور من 14 مئوه تنازل كل ما تقل كل ما تقل كل ما يزيد التبالور طيب بالنسبة للسكرين بتاع الكوليكوس والكوليكوس دايما في اي تحليل عسل ايا كان نوعه ومصدره النسبة بين السكرين بيبقى دايما السكرين بيبقى دايما الفروكتوس نسبته الاعلى من المغلوكوز طيب انا اوجدت في المعادلة بقى واسامت terms على الفروكتوس يسموه حتى ال D على ال N ال D اللي هو تكستروز اللي هو بلوكوز اللي هو بلوكوز فلو انا اسمت الرقم الصغير في الباست اللي هو هنفترض مثلا 30% بلوكوز فاحت عينه والفلوكوز 40 لو انا اسمت 30 على 40 معناه ايه 75% حيطلع كسر لو عاسر اخر اسمت النسبتين على بع طلع مثلا 8 من 10 عاسر تالت اسمتهم على بع طلع 9 من 10 ايهما اكتر ميلة للطبالبول الله ينور عليك ليه لان معنى كده اللي بيقرب من الرقم الصحيح ده معناه ان بدأ ان نسبة سكر للفلوكوز بقرب من فلوكوز يبقى يبين اكتر للطبالب مثال عندنا هنا في مصر هتلاقي اياما كان عاسر القط كتير بالوقت اقل بطبعا شوية هتلاقي مسلا عسر القط اسرع عسر في الطبالبول لقرب النسبة بين السكرين يا ليه مسلا برسيل الموارع بقرب الورش وخدمات حضرتك يبني بحكم لي انا النسبة بين السكرين اللي حد يندهم لجلوكوز والكروكتول ودركة الحرارة وعلى فكرة البعض لديه اطموم خاطئ ان عملية التبالبول ده عسل بشوية فيه البعض بيفكر يروح للنحال انا عايز برد كيلو عسل عسل الناح الذي لا تبالبه تحت ظروف التبالبه اللي انا قدته دلوقتي لا يجعل طبعا عسل الناح تمام احنا نتبعي بالكلام اللي انا بقوله لو باعدة النسبة لو باعدة النسبة بقى فيه رنج واسع ما بين الجلوكوز والكروكتول باعدة النسبة عونوا ما هيطورك وبعدين حاجة تاني بعض الناحالين بيبدأ يعمل لك ايه عشان يضيك او بعض الناس الناس المنتجة بيبدأ يعطلوا الحمام مية خلي بالك كتر تعرض العسل لحمام مية يعمل لك مشكلتين المشكلة الاولى المشكلة الاولى انه كتر تكرار عملية التسخيل وقصوصا على درجة حمام مية عالية حيغير لون العسل حيبدأ لون ايه ماذا كده بقى نمرة اتنين وحيحرق الكربون اللي موجود في تركيب السكر يبقى العسل ممكن يوصل معادي درجة التكاربون يبقى الكربون كده لحظة عسل اشكر عليها حليحة كنا طيب خلينا مرة صورة طيب لا 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 انا اواجه للدكتور سعد انا بوضحت جوطة طبعا اكيد الراجل قال الكلام اللي اقولته طبعا مش معنا كده ان انا بس اوضح جوطة انت اواجه انا حضرتك سعد خلاص ما انا كده ايسا سؤال ايسا سؤال مثلا عشان الفلترة او عشان غيره او عشان المسجة او تمام بالطرق البدائية اللي هي تؤدي الى تلف العسل احنا في الفين وسبعتاشر يعني عندنا عندنا امكانيات النهاردة معليش يعني بتحسن من خواص العسل واصفه زي نزع الرتوبة زي التسخين مع التعليب والكلام ده كله في النهاية بنطلع بعينات على اعلى مستوى من الجودة ومعادية المواصفة القياسية نفسها طيب اردت انا والنسبت اردت انا السؤال اللي انت سألته ده واجه انا بقول البعض البعض من المستهلكين بيفكر بيفكر ان العسل المتبال وردعية مش ده انا بقولته وبالطلع هو التسخين التسخين لجي درجة خمسين مخامش مني لا احنا شغالينا ربعين خمسة واجه اقول لا ماشي ماشي التسخين لجي درجة خمسين افرد دلوقتي زميل اللي سأل من شوية بقولك ممكن العسل متابلو يروح سنة ودليوع وهل حيقصر على الانزبات مش حيقصر طبما متعرضش لدرجة حرارة عاية حتى انت لما تأكد عينة عسل وضغطها انا مما كنا بحطه في المواصفة بلقول تسخن العسل لدرجة الاسالة انا بقول كلام دقيقة هو درجة الاسال يعني لو بسيح كده ما عدهاش خمسين لان لو عدد درجة الحرارة عن خمسين هتكتل الثلاث انزمات اللي موجودت في العسل طبيعي واذا العسل فقط انزماته بيتمان ربع اي اكتر اللي اكتر اللي اكتر اللي ساعت الى ردد بيتمان ربع بيتمان ربع بيتمان ربع فانه مصول على المواصفة انا مشهد احلي عشان مبالن هتكتل الالدي هو نشط نشط لكن تترس يا جماعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لمواد مسرطنة خطيرة في أوروبا وقفوها النحلين الآن عم يستخدموا المضادات الحيوية بشكل كبير جدا وهذه ممكن تتحول إلى مواد أخرى نحن نجهلها التترسايكلين اللي بنستخدموا للنحل لا يبقى تترسايكلين بالعسل ممكن يتحول إلى مادة أخرى فلذلك أنا برجو من حضرات الناس المعنيين توجيه الأمور النحلين لخطورة استخدام الأنتيبيوتك في علاج النحل شكرا نعم 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 وين نعم الى نعم الآن لا يستطيع الانتبيات الآن. لذلك لا يستطيع الانتبيات الآن. وهذا يوجد كثيرًا ، يوجد كثيرًا ، يوجد كثيرًا في العالم ، يعني كثيرًا ، في عام 2002 ، كانت تحضيرًا ، لذلك ، لذلك ، لذلك ، نحن 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 نحن. ليس كثيرًا ، الآن أحبار الزور ، يجبكي بس نحن النحن. يجبكي أن تتحضير الزور من نحن رضاً مرة أخرى أبدا في المتجارك في المقرية يجب أن يجب أن نتعود لا يجب أن أن نجد شخص مريك وفرق ونجد شخص من أشهر لأنه في أشهر إنها أمن العدد للعبل انتبت لأبدا وكذلك لأننا لا يجب أن نحصل لعمل طريق المجدد في القرآن. لكننا نجد أيضا يجب أن تجعل القرآن كيف حالت يا إبعائي إنه حالت أميات إنه حالتنا في عامل في عامل وعامل في عامل كانت بحالة لديه حالة عامل الأخبار في القرآن لكن في العامل فإن المتحدة لدينا مقاعدة بعمل للمك في المنزل هذه المنزل قولت أخذًا تلعب من الوصول من يغلق من الوصول من الوصول من الوصول لماذا كنا نحتاج لتعليقنا في الوصول من الوصول من الوصول ولماذا؟ ووصول محلول هو كان لن يمكننا التعديات بيضاء من التبويتك. نحن لدينا نحن النحوات الآن. وأنا كان فهذا مجرد. ولكن كان السؤال. ولكن السؤال العزيزية من التبويتك. ación. Jazz perd man piles of ser the效 very well in New Zealand, sun average is 100KG per year. répétition, it means you have some weak colony producing 30 KG, so it means to reach an average of 100 KG, you have some producing 150 KG, and they don't use antibiotics. شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة